بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية اتنين تابع الوحدة السادسة إعداد الموزنة الاستثمارية في المحاضرات السابقة تكلمنا عن طريقة صعف القيمة الحالية والآن نتكلم مع الطريقة الثانية طريقة معدل العائد الداخلي internal rate of return method معدل العائد الداخلي هو ايه؟ هو معدل الفايدة الذي عنده تكون القيمة الحالية لتضفقات المشروع النقدية المستقبلية الداخلة تعادل تكلفة الاستثمار اللي هي ايه؟ التضفقات الخارجة المعادل الفايدة اللي عنده الاثنين بتساوي مع بعض الداخلة تساوي الخارجة يتحقق معدل العائد داخلي نتيجة العلاقة التالية ان القيمة الحالية للتضفقات النقدية الداخلة ناقص القيمة الحالية للتضفقات النقدية الخارجة اللي هي تكلفة الاستثمار تساوي صفر يعني الاثنين ساوي مع بعض وعلى الإدارة تقييم هذا المعدل في ضوء التكلفة التي تتحملها مقابل ما تستخدمه من أموال اللي هي تكلفة رأس المال فإذا كان معدل الفايدة اللي هو معدل عاد داخلي اللي احنا حسبناه أكبر من تكلفة رأس المال فإن المشروع الاسمار يكون مقبولاً ولو كان أقل يبقى مرفوضاً مثال ثلاثة تفكر شركة السلام في شراء ماكين التغليف أوتوماتيكية يترتب علي إلغاء التغليف اليدوي وتحقيق صافي وفرات نقدية عشر تلاف سنوياً لمدة خمس سنوات دي منتظمة ما بتتغيرش من سنة الأخرى العشر تلاف سابتة وليس الماكينة في نهاية عمرها الانتاجي والمقدر بخمس سنوات قيمة تخريدية فإذا علمت أن السعر شراء الماكينة 32 ألف ريال ويخضع الشراء لضريبة مبعات 4% هذا ويتطلب التغليف أوتوماتيكي تعديل التغليف الكهربية بتكلفة 242 ريال وأن تكلفة رأس المال 12% زي المثال واحد تماماً بس إيه بقى المطلوب تقييم إمكانية قبول أو رفض المشروع السماري باستخدام طريقة معدل العائد الداخلي علماً بأنهم من جداول القيمة الحالية نجد أن معدل الفايدة 10% مقابل لمعامل خصم عند 5 سنوات كان كام 3.964 ومعدل الفايدة 15% مقابل لمعامل خصم عند 5 سنوات 3.352 ومعدل الفايدة 16% مقابل لمعامل خصم عند 5 سنوات 3.654 حل مثال 3 تطفقات الدخلة 10.000 ريال سنوياً لمدة 5 سنوات وتكلفة رأس المال كام 12% التطفقات النقدية الخارجة كما حسبناها تطلع 33.522 نجيب معامل الخصم لمدة 5 سنوات التطفقات النقدية الخارجة على الدخلة بس المعدلة دي لا تستخدم لا تستخدم إلا إذا كانت التطفقات الدخلة مالها منتظمة يعني سابتة كل سنة زي حالتنا دي فالتطفقات الخارجة 33.522 والدخلة 10.000 سابتة يطبق يطلع 3.352 وحيث أنا معامل خصم عند 5 سنوات 3.352 يقابل معدل فايدة 15% طب جام 2 هنا طلعنا من المعدل معامل كام 3.352 ارجع ورا كده في المعطيات اللي كانت معطى الرقم ده 3.352 اللي طلعناه اهو يقابل كم في المية معدل فايدة يقابل 15% يبقى المفروض معدل العائد الداخلي مفروض كام 15% حقارن 15% بتكلفة رأس المال اللي كانت معطى حقارنها بتكلفة رأس المال اللي كانت معطى فال15% اكبر من الـ 12% فإن المشروع الاسمالي يكون ايه؟ مقابولاً طالما اكبر يبقى ايه؟ مقبولاً